اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الموارد المائية المياه ربنا خلق اهلنا واحنا مناش علاقة او دخل في تكوينها علشان كده بنقول ان هي موارد طبيعي طب تعالى في درسنا النهاردة نتعرف على انواع المياه او انواع الموارد المائية واهميتها وازاي نميها وحافظ عليها صدق الله العظيم ربنا بيقول في كتابه الكريم وجعلنا من الماء كل شيء حية افلا يؤمنون يعني ربنا خلق كل كائن حي سواء انسان او حيوان او نبات من المياه زي ما قلنا المرة اللي فاتت او في درسنا اللي فات ان من اهمية الموارد الطبيعية ان لكل موارد اهمية وقلنا ان تحديدا المياه ضرورية لحياة الانسان والحيوان والنبات تعال كده نتعرف على انواع المياه مع بعض هنلاقي ان الموارد المائية بتنقسم الى نوعين النوع الاول هو المياه العزبة اما النوع التاني فهو المياه المالحة طيب ناخد امثلة للمياه العزبة في مصر يعني المياه العزبة الموجودة عندنا في مصر او الحاجة نهر النيل طبعا نهر النيل هو مصدر المياه العزبة في مصر او هنقول عليه المصدر الرئيسي للمياه العزبة في مصر عندي كمان من الموارد العزبة او المياه العزبة اللي موجودة في مصر البحيرات العزبة زي بحيرة ناصر ودي البحيرة العزبة الوحيدة الموجودة في مصر كمان عندي المياه الجوفية اللي موجودة في باطن الارض وطبعا المياه الجوفية بتكون موجودة تحديدا في مناطق الواحات في الصحراء الغربية كمان من المياه العزبة الموجودة في مصر مياه الأمطار وزي ما احنا عارفين أن الأمطار بتسقط في مصر على الساحل الشمالي المطلة على البحر المتوسط أما المياه الملحة فانا عندي منها البحار لأن عندي في مصر أهم بحارين في العالم أو بنقول بحرين من أهم بحار العالم هما البحر الأحمر والبحر المتوسط عندي كمان البحيرات الملحة البحيرات الملحة عندي في مصر خمس بحيرات رئيسية بتطلع البحر المتوسط بنسميها بحيرات مصر الشمالية زي اللي هي بحيرة البردويل والمنزلة والبرولوس وإتكو ومريوت كمان عندي بحيرة كارون دي كلها بحيرات ملحة كمان عندي المياه الجوفية ايه ده؟ ده المياه الجوفية تكررت في المياه العزبة والمياه الملحة ازاي؟ لو نسبة الاملاح زادت في المياه الجوفية اللي هي اصلا بنقول عليها عزبة فبتكون مياه ملحة يعني المياه الجوفية هتكون معنا في الايه؟ في الاتنين يا اما بتكون نسبة الاملاح فيها قليلة جدا فبنقول عليها مياه عزبة او بتكون نسبة الاملاح فيها عالية فبتكون مياه جوفية تمام؟ ده بالنسبة لأنواع الموارد المائية تعالك كده مع بعض نشوف المياه العزبة واهميتها في مصر المياه العزبة زي ما قلنا هي نهر النيل البحيرات العزبة زي بحيرة ناصر المياه الجوفية العزبة والامطار طب يا ترى المياه الجوفية دي مهمة لنا ايه المياه العزبة عمتا مهمة لنا اه طبعا ده ليها اهمية كبيرة جدا زي ايه اهميتها اول حاجة هي مصدر رئيسي للشرب والاغراض المنزلية مصدر رئيسي للشرب والاغراض المنزلية والمصدر الرئيسي للشرب عندنا هو ايه نهر النيل تمام وكمان بيستخدم في الاغراض المنزلية زي الوضوء زي التنظيف زي اي اغراض منزلية هنلاقيين نستخدم فيها المياه العزبة كمان تساعد على قيام الزراعة من اسباب قيام الزراعة في الوادي والدلتة هو وجود نهر النيل او المياه العزبة من نهر النيل ومن اسباب قيام الزراعة في الواحات في الصحراء الغربية هنلاقي وجود المياه الجوفية ومن اسباب قيام الزراعة على الساحل الشمالي اللي هو المطلع على البحر المتوسط وجود الامطار تمام يبقى عند المياه العزبة هي مصدر رئيسي للايه لز الزراعة او زي ما بنقول بتساعد على قيام الزراعة كمان من ضمن اهمية المياه العزبة انها مصدر رئيسي لتوليد الطاقة الكهرومائية من خلال السد العالي او من خلال القناطر السدود والقناطر السد العالي اتبنى علشان يحمي مصر من اخطار الفيضان والجفاف لكنه استخدم فيما بعد في انه يولده منه الطاقة الكهرومائية والطاقة الكهرومائية طبعا هي طاقة نظيفة لشان كده بنقول ان من ضمن اهمية المياه العزبة مصدر رئيسي لتوليد الطاقة الكهرومائية مثل السد العالي اقدر اضيف اهمية للمياه العزبة غير المكتوبين قدامي اه طبعا ممكن نقول ان هي وسيلة نقل هامة انا من خلال المياه العزبة اه في سفن او في مراكب بتمشي في نار النيل يبقى وسيلة نقل او طرق نقل اه كمان نقدر نقول ان المياه العزبة مصدر للصروة السماكية يبقى اهمية المياه العزبة مصدر رئيسي للشرب والاغراض المنزلية تساعد على قيام الزراعة مصدر رئيسي لتوليد الطاقة الكهرومائية زي السد العالي اه السد العالي طبعا زي ما قلنا حمى مصر من اخطار الفيضان والجفاف وهو مصدر مهم لتوليد الكهرباء جملة اللي قلتها دي تعارفين مهمين جدا الفيضان والجفاف يعني ايه فيضان زمان قبل بناء السد العالي كانت المياه بتيجي في نهر النيل موسم معين كده نلاقي ان المياه كتير جدا فالمجرى بتاع نهر النيل ما بيستوعبش كمية المياه دي فبيفيد على الجانبين بتوعه وبينجرف بسرعة فاق بيشيل كل حاجة قدامه بيدمر الارض سواء الزرع او بيوت او ده علشان كده بنقول ان كلمة فيضان هي زيادة منسوب الماء عن مستوى ضفتي النهر في موسم معين فبنوا السد علشان يحموا مصر من الفيضان ده كان بعد الفيضان بعد موسم الفيضان بيحصل جفاف الجفاف ده ان المياه بتقل فالارض بتنشف طيب اللي عنده زرعة هيموت هيعمله ايه لما بنوا السد العالي علشان يحجزوا المياه بتاعت الفيضان وراه فيحموا مصر من الفيضان وفي وقت الجفاف يستخدموا المياه دي لشان كده هنقول برضو ان الجفاف هو نضرة المطر مما يضر بالانشطة البشرية زي او هنقول خاصة الزراع والرعي واحد سيوة طبعا واحد موجودة واحد سيوة من الوحات الموجودة في الصحراء الغربية تعتمد فيها الحياة على المياه الجوفية المياه الجوفية مياه عزبة هي اساس الحياة في واحد ايه سيوة نهر النيل يستخدم كطريق للنقل المائي الداخلي وهو ارخص انواع النقلي بالنقل النهري هو ارخص انواع الايه النقل كمان الزراعة في السحل الشمالي لمصر تعتمد على مياه الامطار الشتوية السحل الشمالي المطلع على البحر المتوسط ده بالنسبة للمياه العزبة طيب عندي نوع تاني من انواع المياه هي المياه الملحة طب عندي سؤال هل للمياه المالحة اهمية مثل اهمية المياه العزبة طبعا لا تقل اهمية المياه المالحة عن اهمية المياه العزبة في مصر مياه العزبة مهمة جدا كذلك المياه الملحة مهمة طب يا طرق ايه اهمية المياه الملحة تعال نبص للصور اللي جاية دي ونعرف من خلالها ايه اهمية المياه الملحة اول صورة صورة سمك ناس هي بتصطاد اسمك البحار والبحيرات المائية خاصة البحيرات الملحة هي مصدر رئيسي للاسماك في مصر يبقى اول اهمية للمياه الملحة ايه مصدر رئيسي للاسماك في مصر الصورة التانية عندي اعمالية استخراج البترول والغاز الطبيعي اللي هي مصادر الطاقة من قاع البحار والمحيطات دي تانية اهمية للمياه الملحة ان يستخرج منها او خاصة من قاع البحار والمحيطات البترول والغاز الطبيعي الصورة الجاية بتوريني استخراج الاملاح مياه ملحة بيستخرج منها الاملاح المهمة زي ملح الطعام كمان المياه الملحة وسيلة للنقل البحري يبقى اهمية المياه الملحة لا تقلع عن المياه العزدة ده مصدر للأسماك بيستخرج منها البترول والغاز الطبيعي بتستخرج منها الاملاح بتعد وسيلة نقل بحري تمام؟ يبقى دي اهمية المياه العزبة لكن للأسف بنلاقي ان المياه بتتعرض للتلوص وده طبعا احنا قلنا في الدرس اللي فات ان سوء استخدام الموارد بيؤدي الى تلوصها طب المياه مورد من الموارد سوء استخدامها هيؤدي الى التلوص والتلوص زي ما قلنا تعالى نفتكر مع بعض هو تغيرات لبعض الموارد فتصبح غير صالحة للاستخدام طب يطر ايه اسباب تلوص المياه؟ اول حاجة هي القاء مخلفات السفن في مياه النهر او البحر يبقى دا سبب من اسباب تلوص سواء المياه العزبة او المياه الملحة ان انا ارمي المخلفات بتاعت السفن في النهر او البحر تاني سبب من اسباب تلوص المياه هو القاء مخلفات الصرف الصحي والصناعي في مياه النهر او البحر دون معالجة يبقى القاء مخلفات السفن القاء مخلفات الصرف الصحي والصناعي سواء في مياه النهر او البحر دون معالجة دي من اسباب تلوص المياه الملحة والمياه العزبة كمان تصريف مياه الصرف الزراعي الملوسة بالمبيدات والأسمدة الكيميائية في النهر إننا نرمي مخلفات الزراعة في النهر من الأراضي طبعا جنب نهر النيل في الوادي أو الدلتة ده سبب من أسباب تلوث المياه العزبة كمان عندي تصرب زيوت البترول من ناكلات البترول العملاقة وطبعا ناكلات البترول العملاقة دي بتكون موجودة في البحار مش هلقيها في الأنهار لشان كده ده سبب من أسباب تلوث المياه الملحة يبقى أسباب تلوث المياه القاء مخلفات السفن في النهر أو البحر القاء مخلفات الصرف الصحي والصناعي في النهر أو البحر دون معالجة تصريف مياه الصرف الزراعي الملوسة طبعا بالأسمدة والمبيدات الكيميائية في النهر كمان تصرب زيوت البترول من ناكلات البترول العملاقة في البحار ممكن نقسم أسباب تلوث المياه الحاجتين أسباب تلوث المياه العزبة وأسباب تلوث المياه الملحة وطبعا هيكون بينهم حاجة مشتركة طب إيه أسباب تلوث المياه العزبة؟ القاء مخلفات السفن في مياه النهر القاء مخلفات الصرف الصحي والصناعي في مياه النهر تصريف مياه الصرف الزراعي الملوسة بالمبيدات والأسمدة في النهر أما أسباب تلوث المياه الملحة فهيكون القاء مخلفات السفن برضو والقاء مخلفات الصرف الصحي والصناعي دون معالجة وتصرب زيوت البترول من ناكلات البترول العملاقة دي أسباب تلوث المياه طب إزاي نقدر نحافظ على المياه والنميها؟ طبعا الدولة لها جهود كبيرة جدا في حماية المياه من التلوث من ضمن جهود الدولة هو معالجة مخلفات الصرف الصحي ومياه الصرف الزراعي أن نعالج المخلفات دي قبل ما تنزل أو تترمي أو تتصرف في المياه كمان زيادة حملات التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه كده وصلنا لنهاية درسنا واشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد